على دروب الألم يسر العراقيون أن يمضوا للخلاص من واقع القهر الذي يعيشونه في بلادهم وتبين وكالة الهجرة في الاتحاد الأوروبي في تقريرها الذي يرصد واقع اللجوء في عام 2023 أن العراق حل من بين 20 دولة على مستوى العالم في تقديم طلبات اللجوء ويشير التقرير إلى أن العراقيين حلوا في المرتبة الرابعة بعد سوريا وأفغانستان وفنزويلا بنسبة 31% من طلبات اللجوء نسبة تفند ادعاءة حكومة السوداني التي تتحدث عن عودة 5 ملايين عراقيين من مهجرهم بسبب جهود زعمت أنها بذلتها لإعادة الاستقرار وتحسين الحالة المعيشية والاستثمار في البلاد لكن للتقرير الأوروبي وجهة نظر أخرى أيضا تتحدث عن تهافت المهاجرين العراقيين على ألمانيا كجهة مفضلة للهجرة حيث أن 244 ألف شخص بينهم عراقيون قدموا طلبات اللجوء في البلاد خلال عام 2022 بالرغم من الظروف المأساوية التي واجهتها أعداد منهم لا سيما في الغابات بين بيلاروسيا وبولندا في رحلتهم للبحث عن حياة أفضل على جانب الموازي يبين التقرير الأوروبي أنه رغم الصعوبات التي يواجهها العراقيون في الحصول على موافقات لطلبات اللجوء فإن أعداد القاصرين العراقيين غير المصحوبين بذويهم ارتفعت أيضا في عام 2023 أمام هذه الأعداد يؤكد ناشطون أن غياب الأمل لدى الشباب العراقي هو الدافع الأول للهجرة غير الشرعية وطلب اللجوء في ظل القمع غير المسبوق الذي يمارس ضد الشعب لا سيما في تظاهرات التشرين الأخيرة وإصرار الأحزاب الحاكمة على استخدام العنف لإطفاء الانتفاضة والتي طالبت أول ما طالبت بتحسين الواقع المعيشي وما لبثت أن رفعت التظاهرات السقف مطالبها للهتاف لإسقاط الطبقة السياسية وإنهاء نفوذ إيران في العراق ترجمة نانسي قنقر